نبدأ ليلتنا بأعطر الذكر وأطيبه إنه القرآن الكريم نستمع إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد رشاد زغلول إمام الجامع الأزهر فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم وفي شغل فاكهود هم وأزواجهم لهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وليهم ما يدعون سلام قولم من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعاد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم ألم أعاد إليكم يا بني آدم ألم أعاد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم وأضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أرينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي لك إنه وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنغاما أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنغاما أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنغاما ومن فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها أكوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لغلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون لغلهم ينصرون تاريك لكما بسينا الله خبر أولم يرى الإنسان أنى خلقناه من نطفة فإذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا كذا 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 قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم ونقل يحيي العظام وهي أنشاغ أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقا وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحيي العظام وهي أنشاغ أول مرة قال من يحيي العظام وهي بكل خلق cardiovascular موسيقى قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ قَالَ مَنْ قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنْشَأَنَا أَوَلَ مَرَةً قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَام وَهُوَا بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَام وَهُوَا بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ وَهُوَا بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضَ بِقَادِرٍ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ أَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول لغوك إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول إنما أمره حقاً أن يقول لغوك إنما أمره إذا أمره في الأمره فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَقُتُ قُلِّ شَيْءٍ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم